مساء الرضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين اليوم عملت لكم طريقة خبز بالثوم بس مش اي خبز بالثوم خبز بالثوم حق بيتزهات مني اتذكر بيتزهات في عدن لما كنا نروح ناكل في الاعياد والاجازات والبيتزهات في عدن مطلة على البحر كنا نقلس في القلسات الخارقية ناكلوا البيتزا وخبز بالثوم حاجة قدر روعة وخلونا بالمقادر طريقة تحضير هنا عندي زبدة وعندي كمية من البقدونس وكمان من الثوم كل المقادر بكتب لكم اياها بصندوق الوصف واكيد هنا باستخدم اني قشارات الثوم السيليكون بتشوفوها واكيد كمان زيت زيتون باقولكم حاجة صندوق الوصف مكتوب عليه المزيد اضغطوه على المزيد بضهلكم صندوق الوصف والان بضيف الزبدة طبعا اني الزبدة اخده بالكيلو وفرزنه بالفريزر اقطعه وفرزنه بالفريزر هنا اضفت الزبدة تكون بحرارة الغرفة يعني ماهيش حارة كتير ولهي باردة كتير تمام وهنا تشوفو السيليكون اللي قشر الثوم جدا حلو انا اخدته من ضمران في عدن بس هنا في السعودية فيه بالمواقع تقدروا تطلبونه مرات في محلات المواعين يتوفر يجي شكلين شكل ثومه ويجي مثل كده السطواني خلاص قشرت الثوم بعدا غسلته وقطعته والان شوفو انا بضيف بقدونس تقدروا البقدونس اذا ما تشوش لون الخلطة اخضر تضوفوا البقدونس اخر حاجة بس انا احب اللون الخلطة لون اخضر اضيفه كله مع بعض هنا اضفت ربع كوب من زيت الزيتون ممكن اقل او اكتر تمام حسب الخلطة والان اخفقوه عندكم ممكن بخلاط الكاس او بالهان بلندر اذا متوفر معاكم او خفاق يدوي او بالشوكة عادي اهمش تخلطوه تمام طبعا هنا الخليط رجع معايا سائل فاضطرت اني ازود زبدة الزبدة شوفو كيف افرزنه اقطعي نفس كده و افرزنه ووقت ما احب اخد قطعه وخلاص استخدمه كتير سهله هذه الطريقة خلاص شوفو كيف قطعت الزبدة وهي باردة يعني مجمدة عشان الخليط قليل يثقل معايا لانه قلت لكم مع الحر او الحمر رجع كتير سائل فضفت الزبدة الباردة رجع ما شاء الله تمام نفس القوام المطلوب طبعا قلت لكم اذا متشوش لونه اخضر عادي اول اطحنوا الزيت زيتون والزبدة والثوم بعدين اخر شي ضوفوا البقدونس وبس فرمة بسيطة عشان ما طلع شلونه اخضر طلع ابيض على شوية بقدونس بس انا احبوه زي كده تمام وانتم زي ما تحبوه والان خلاص بعد ما خلطوه شوفو كيف قوامه الان عادي تحتفظوا فيه بالفريزر ووقت ما تحبوه تستخدموه انا قطعكم مش بس استخدموه في خبز الثوم استخدموه في الشربات استخدموه بالفول بالفصولية بالمكارونا باشياء كتيرة جدا حلو حتى بخبز النان الهندي مرة سألتوني ايش حطت في خبز النان الهندي حطت هذا ايش حطت في شربة الطماطم حطت هذا كمان صراحة حلي الاكل مش بس قلت لكم في خبز اي حاجة معقنات ده ضفوها تعالوا الان نعمل خبز بالثوم زحق بيت زهت حاجة قدر روعة وعشان نعمل خبز بالثوم نحنا محتاجين للروتي الفرنسي او الخبز الفرنسي طبعا الخبز الفرنسي او الروتي الفرنسي مشهور فيبو بعدنا الاغبري يعمله بشكل حلو بس اني طبعا اني عملته هذا وحاولت اني اعمله نفس الروتي الفرنسي بس بقيت طلع لديد ان شاء الله بعمله معكم هادي طريقة الروتي الفرنسي طبعا قطعته بشكل مايل قلنا نفس بيت زهت صح قطعه كده بشكل مايل وطويل لازم يكون كده عشان تطلع الحبة كبيرة لازم تميلوا السكين عشان تطلع معاكم الحبة حلوة يعني طويلة كده وكبيرة بعد كده ادهنوها من الزبدة طبعا انا خركت الزبدة قبله بعشر دقائق من الفريزر عشان كده كانت شوية لينة الزبدة والهي تستوي جامدة تقدروا تدهنوا من الجهتين الخبز بس اني ادهنوا من جهة وحدة وتعرفوا الاحتراف كل ممسك وحدة كانت تسقط المهم ادهنوها قلت لكم اما من الجهتين اما من الجهة وحدة ادهنوها تمام وشوفوا بس كيف الطعم الان بعد ما خلصت ادهنة كامل دخلوها الفرن يكون الفرن حار معاكم حامي مسبق التسخين دخلوها عشان تتقرمش يعني حق كده عشر دقائق بس كده تستوي كرسبين او نحنا نسميها شاحطة مقرمشة خلاص طلعوها بعد ما تطلعوها من الفرن بعد كده ما تحسوا تتقرمشة تحطوا لي القبن المرزريلا طبعا في بعضهم ما احبوش المرزريلا بس هي اساسة القبن المرزريلا هذا اللي يتمط كده هدا هو اساسة كنا نقنان عليه ببيناك طبعا الان حاطت القبن المرزريلا بس بدخل الشقل اللي فوق بولي عليها من فوق فقط وخلى عينكم عليها مش بعدين تحرق بس فتحت عليها من فوق وشوفوا ما شاء الله كيف قلوكم بيتزهات ولا مش بيتزهات حاجة جدا لذيبة تقريبا كمان لا تنسوش السلطة حق بيتزهات كنت أحب سلطة اللي بالأنناس وكانت حاجة جدا روعة طبعا هذه هي خبز بالثوم بعدين كده رشيت عليه بقدونس وتعالوا شوفوا كيف الطعم إيش أحكيكم على الطعم ولا اللدادة تربوا هذه الطريقة جدا روعة تقدروا تستخدموها يعني تعملوها مع إذا بتعملوا سوب شربة إذا بتعملوا عشر سندوتشات وهذه قنبة يعني روعة بتعملوا بيتزا أعملوا هذه قنبة كتير حلوة طبعا أن اللي استخدمت القبنة القبنة المرزرلة نباتية في حيوانية تجي أحلى وأحلى هذه المرزرلة النباتية تجي قيمته أرخص وما بش يعني لا بأس وهنا شوفوه كمان الزبدة أستخدمه في المكارونا وأحب كده أكله بالعافية لي ولكم إذا عقبتكم الوصفة لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايك وكومنت سهلوا منكم